وفي نشرة سابقة أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعا أن البحرين شهدت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني شهدت تطورا في جميع جوانب الحياة السياسية والديمقراطية وكفالة الحريئة ممارسة جميع المواطنين حقوقهم المدنية وحقوقهم السياسية من خلال الانتخاب المباشر لمن يمثلونهم في البرلمان هذا الانتخاب المباشر الذي أتاحه جلالة الملك حفظه والله ورعاه انعكس على تمثيل صوت المواطن بشكل مباشر في البرلمان وأيضا هناك غرفة تشريعية في مجلس الشورى تدعم الغرفة النيابية ويتمخذ عن ذلك الكثير من القوانين والأنظمة ودعم في الواقع للخدمات التي تقدم للمواطن وتحسين معاشته كل هذا يعتبر منجز من مجزات ميثاق العمل الوطني وبالتالي فإن صوت المواطن سواء كان على مستوى البرلمان من خلال تمثيله عبر النواب الذين يقوم باختيارهم اختيارا مباشرا أو من خلال إتاحة الحريات اليوم بحرين مملكة حريات هناك الكثير من الصحف حرية الرأي متاحة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء عبر التعبير عن الرأي من خلال مختلف المحافل سواء عبر الكتابة سواء عبر مختلف المنابر الإعلامية اليوم الوضع في البحرين منفتح ومتاح جدا هذا فضلا على انفتاح البحرين على العالم يعني البحرين اليوم عبارة عن مجتمع متمازج تجد فيها المسلم إلى جانب المسيحي إلى جانب اليهودي إلى جانب مختلف الطوائف على مستوى العالم موجودة في البحرين وتعيش بشكل سلمي اشتركوا في القناة